بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزك العمر لنا عبرة في تجاربي من سعوا للنجاح ونادوا الواضح لازلنا نتابع شخصيات أخرى ومذكرات أخرى من هي شخصيتنا لهذه الحلقة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم معنا شخصية ملأت الدنيا وشغلت الناس في العشر سنين الأخيرة إن صح التعبير وهو جون بيركنز جون بيركنز هو خبير مالي رجل اقتصادي من أولئك الرجال الذين يعملون في الشركات الكبرى كخبراء ماليين طيب إيه فايدته أو إيه اللي خلنا ننتبه لجون بيركنز هذا الرجل كتب مذكراته بعنوان اعترافات قناص اقتصادي أو اعترافات قاتل اقتصادي حتماً ذكر فيه كيف تقوم فرق الخبراء الاقتصاديين بتدمير الشعوب هو بنفسه أحد الذين ساهموا في تدمير بعض الدول خبراء الاقتصاديين الغربيين تقصد؟ نعم كيف يساهمون في تدمير بعض الشعوب فلذلك هذا الكتاب كان يعتبر في هو طبعاً صدر في 2008 فكان في وقته ربما الكتاب الوحيد الذي على حد علمي على الأقل الكتاب الذي كتبه خبير اقتصادي يشرح فيه كيف ساهمه وهو في اسقاط بعض الدول في دوامة الدول هو نافت حتى عنوانه يعني اعتراف قناص اقتصادي أو قاتل اقتصادي نعم وهو ترجم من العربية بعنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم يعني صار هذا هو العنوان الرئيسي هو يعني موليد 1945 هو 47 لو لم تخني الذاكرة موليد 47 ولا يزال على قد الحياة ولا يزال على قد الحياة حتى الآن نعم وكتابه هذا ترجم إلى 30 لغة هل شغل مناصب كبيرة؟ هو شغل منصب يعني لا نستطيع أن نقول هنا مناصب كبيرة بمعنى مناصب سياسية هو شغل مناصب كبيرة في المؤسسات الاقتصادية التي تقدم توصياتها للدول دعني أقولك النظر فقط على مسألة أن المذكرات ولما صدرت أصدرتها دار كانت على وشك الإفلاس امتنعت دور النشر عن إصدار هذه المذكرات وهذه الدار التي أصدرتها هي على وشك الإفلاس ما كانتش خايفة من حاجة يعني فبلغ هذا الكتاب الأول مبيعاً يعني كان في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لمدة سنة ونص وترجم إلى 30 لغة 30 لغة طبعاً رغم أنه كاتبه لا يزال يشكو حتى الآن من التجاهد الإعلامي الأمريكي يعني لا يريد الأمريكان أو الأجواء الغربية أن تيميه كيف سمحوا له بأن يفضح هكذا مخططاتهم وينشر كما يقال غسيلهم الوسخ على الملأ هكذا؟ هم حين عرفوا أنه يكتب مذكراته أعطوه رشوة مقنعة نصف مليون دولار مع تهديد بالقتل فامتنع أخذ هذه الرشوة وامتنع فترة عن الكتابة ولكن لما انتهى هذا التعاقد تعاقد نصف مليون دولار وهو شعر بالذنب يعني وطبعاً كلامه تشعر فيه الصدق والله أعلم لكن كتب الكتاب دون أن يخبر أحداً ولما سربه إلى هذه الدار فهي أصلاً نشرته دون أن تكون لها حسابات فانفلت الأمر وصار كما يقول المؤلف نفسه صار هذا الكتاب هو من يحميني لأنهما إذا اغتالوني بعد نشري لهذا الكتاب فسيكون هذا من دواعي انتشاره ومن دواعي أن أكون شهيداً فبالتالي هذا الكتاب هو الذي كان يحميني والخطة أنني لم أسمح لأحد قط أن يعرف أنني أكتب الكتاب كي لا يتصرب خبره مثل ما حصل في المرحلة هو شرح هذا بنفسه نعم كانت قناة روسيا اليوم عملت معاً مجموعة من الحلقات قناة روسيا اليوم في برنامج رحلة في الذاكرة وذكر فيها هذا الكلام الذي أنقله عنه الآن عندما تشاهد ماذا فعل الغرب مثلاً لتسريبات ويكيليكس ومن يقف وراءها إلى اليوم يعني ملاحق ومتابع ومهدد بسبب هذه التسريبات وهذا الكشف لكثير من الأسرى التي لا يريدونها أن تكشف لذلك ربما يتساءل بعض كيف سمح لهذا أن يفلت هكذا من أي ملاحقة هو في جانب قانوني في الموضوع أن هذا بول أسانج سرب وثائق رسمية سرية في جانب قانوني هم لايبوا عليه أما هذا الرجل فهو رجل لا يرتبق قانونياً بأي عقد من العقد ويكتب مذكراته كما يكتب أي موظف مذكراته طبعاً مسألة التهديد مسألة قائمة لكن القصد أنه الوجود الذريع القانونية جعل هذا مهدد وهذا يعني كان أقل من هذا في التهديد خلاصة الفكرة إذا سمح الوقت خلاصة الفكرة هذا الرجل خبير مالي دور الخبراء الماليين في هذه الشركات أن يقنعوا بعض الدول بأن اقتراضهم هذا الاقتراض يسبب نمواً اقتصادياً كبيراً اقراضهم من من؟ من البنك الدولي؟ من البنك الدولي من المنظمات الدولية وهم من يقدمون هذه التقارير التي تثبت أن هذا الاقتراض سيؤدي إلى هذه التنمية فهنا تأتي الشركات الأمريكية لكي تقوم هي بعملية التنمية فالآن ماذا يحدث؟ القرد ذهب من المنظمة الدولية الموجودة في أمريكا إلى الشركة التي ستقوم بالإعمار الموجودة في أمريكا هذه الأموال ومن الذي سيسدد أصل القرد وفائدته؟ الدولة التي اقترضت هذه الأموال قيمة الخبير المالي في استطاعته أن يكبل الدولة بأكبر عدد ممكن من الديون وبالمناسبة يمكن أن تصدق رؤيته في أن يحصل نمو في هذه البلد ولكن نمو للطبقة الثرية المحدودة يعني نمو على مستوى الأرقام وليس نمو يعود على الناس فلذلك وهذا ما يحدث كثيرا حتى في الغرب نفسه أن أرقام الاقتصاد أرقام الناتج الكلي ربما يكون في معدل نمو لكن الشعب يزداد فقرا لا يشعر بهذا النمو الاقتصاد لأن القلة الثرية تزداد غينا طيب هو سيشرح أو يقوم بنوع من التعريف لعمله ولمهمتهم هم كخبراء اقتصاديين في هذه المذكرات دعنا نستمع إليه في هذا الاقتباس ثم نعود للتعليق عليه أستاذ محمد يفنى الجميع ويبقى الآثار نحن ناد صغير خاص ونتقاض أجورا كبيرة لنخدع بلادا كثيرة في أنحاء العالم وننهب منها مليارات الدولارات وجزء كبير من مهمتك هو إقناع قادة العالم بأن يصبحوا جزءا من شبكة واسعة تروج لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية التجارية وفي النهاية فإن هؤلاء القادة سيصبحون مكبلين بسلسلة من الديون تضمن ولاءهم فنستطيع أن نطلب منهم ما نريد ومتى نريد من أجل إشباع حاجاتنا السياسية والاقتصادية والعسكرية وبالمقابل فإن هؤلاء القادة سيدعمون مكانتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية وبالمقابل فإن هؤلاء القادة سيدعمون مكانتهم السياسية بأن يوفروا لشعوبهم المنشآت الصناعية ومصانع الطاقة والمطارات في الوقت نفسه يصبح أصحاب شركات البناء والهندسة الأمريكيين أكثر ثراءً نعم أستاذ محمد استمعنا إلى هذا المقطع هو يتحدث بشيء من الصراحة يعني يقول بأن هؤلاء القادة الذين نحاول إقناعهم سيصبحون في نهاية المطاف مكبلين بسلسلة من الدول كأن مهمتهم هي التكبيل القادة وهذه البلدان التكبيل هذه الأوطان لأن القادة نفسهم سيتحول إلى جزء من النخبة العالمية وهذه هي حجر الرحى الذي يتركب عليه النظام الاقتصاد العالمي أن تتحول النخبة الحاكمة إلى نخبة مرتبطة بالمصالح الغربية وهذه الفقرة بالمناسبة تسفر عن فكرة الاحتلال بالوكالة وكيف أن حكام هذه المنطقة حكام يعني الحكام الخاضعين سواء في العالم الثالث أو في هذه المنطقة كيف أن الحكام بيكونوا أكثر غناً وبيتعلموا في المدارس الأوروبية وبيصيفوا في المنتجات الأوروبية وبيسليب رفاهيتهم حتى في بيوتهم بتكون أوروبية أبنائهم بيتشربوا الثقافة الأوروبية وهم يحكمون شعوباً مختلفة فهذه النخبة القيادية التي تحكم البلاد هي التي يراد أن ترتبط بالمصالح الغربية لذلك وجود قائد وطني يفسد هذه العملية وبالتالي فجون بيركنز بيتكلم عن أنه إذا صادفنا وجود قائد وطني بنعمله واحد مش راضي بالفساد ده ومش يعني ما بينخدعش أمام حركتنا المالية ينبغي أن نبدأ بمحاولة اغتياله محاولة الانقلاب عليه أولاً محاولة الانقلاب العسكري عليه فإذا فشلنا في محاولة الانقلاب العسكري ويدكر هكذا في مذكراته بيقول أنه فيه ثلاث مراحل في حالة وجود قائد وطني لا يقبل بهذه الشروط التي تمليها عليه الشركات الكبرى أو القوى الدولية الأول الانقلاب العسكري والتغيير السياسي إذا لم نفلح كان عنده مثلاً جهاز أمني قوي أو كان متيقظ ندبر في محاولة الاغتيال فإذا لم يفلح تبدأ مرحلة الاحتلال ويذكر نماذج من هذا في كتابه فكرة بنما مثلاً كيف تم اغتيال عمر طوريخوس وغيره أمريكا اللاتينية بشكل عام كانت سلسلة من المحاولات الانقلابية في تشيلي حتى هوجو تشفيز في فينزويلا يعني كل هؤلاء هذه المنطقة عانت فترة طويلة من الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية أو محاولات الاغتيال التي استهدف بها القادة الوطنيون من أجل أن يأتي وينصب قائد آخر يكون طوع هذه الرغبات الاقتصادية في هذا الاقتباس يقول في بدايته نحن ناد صغير ناد صغير خاص من الذي يقصده بأنهم ناد صغير؟ هل هناك تنظيم معين منظمة معينة يصفها في هذا هو في هذه الفقرة كان يقصد الخبراء الماليين الخبراء الماليين الذين عرفوا من خلال عملهم ما هو الدور المطلوب منهم تحديدا هو الموضوع يبدو طبعا هو جون بيركنز يتحدث عن أنه تلقى تدريبا عاليا على هذا الأمر ومن دوافع هذا التدريب أنه يبدو شديد الثقة بنفسه لأحد الأشياء المهمة في استخدام حتى يكون أكثر إقناعا يقول وكنت أتعامل مع تقييمات الخبراء الآخرين بنوع من الصلف والتكبر والاحتقار ومن المدهش أنهم كانوا ينصعون إلي في نهاية الأمر طبعا الإنسان لم يتكلم بثقة هائلة هي المدربة الأمريكية يقنع 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 أن تتكلم على توقعات بعد 20-25 سنة من في الناس يعرف الغيب فأنت تتكلم بكل ثقة وبكل وضوح طبعا لأنه قادم الخلفية أمريكية فكل هذا يعمل عمله النفسي فالنادي الصغير هنا هو الخبراء الماليين الذين يذهبون لتقديم خطط مالية خطط مالية بناء عليها يقترضون تقترض هذه الأوطان الأموال طيب هذا النادي الصغير أو هذه المنظمة أو هؤلاء الخبراء هل هم أمريكيون يعملون لصالح حيوية المتحدة الأمريكية أم أنهم يعني غربيون بصفة عامة إنجليز فرنسيين مثل المستشرقين لا لا هم غربيون بصفة عامة لكن يعني حجر الرحى القوة الأساسية الموجودة في العالم الآن هي القوة الأمريكية لأنه يتحدث عن الترويج لمصالح حيوية المتحدة الأمريكية أيما هو هو طبعا رجل أمريكي وكان في شركة أمريكية فهو يتكلم داخل هذه التجربة والواقع برضو أن الأمريكان يعني هم الأمريكان أقوى من الاتحاد الأوروبي بشكل عام فبرضو أغلب الشركات التي تتولى عقود الإعمار وعقود التنمية هي شركات أمريكية بالمقام الأول لكن لا يعني هذا أنهم بأشخاصهم أمريكان لا هو المهم أنهم بيكونوا خبراء ماليين بيبقوا فهمين المهمة نعم أنا سألتك حتى لأنه يتحدث عن القادة قادة الدول والبلدان ولم يحدد يعني هل هم العالم الثالث أم يعني غير غير الولايات المتحدة الأمريكية يعني هل هذه السياسة هي موجهة لباقي العالم من دون الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها موجهة لعالمين العربي والإسلامي وأنت ذكرت ربما أيضا دول أمريكية الجنوبية هو يتكلم عن دول العالم الثالث بشكل عام يتكلم من إندونيسيا إلى كوبا إلى العالم العربي إلى أمريكا اللاتينية وهذه كانت منطقة عمله بشكل أساسي فكل هذه الدول هي دول موارد فيها نفط فيها غاز فيها غابات فيها مضايق مائية يراد منها أن تحفر مثلا قناة جديدة يعني في بنما السبب الأساسي كما يقول في الانقلاب على عمر توريخوس أو في اغتيال عمر توريخوس وفي الانقلاب على الذي جاء بعده نورويجا هو إرادة الأمريكان إنشاء قناة ثانية بجوار قناة بنما تشبه قناة السويس الجديدة التي إنشأها عبد الفتاح السيسي فالمسألة متعلقة بكل العالم الآخر في الاقتباس التالي سيتحدث هذه المرة عن بلاد معينة وهي السعودية المملكة العربية السعودية ويحدثنا عن نظرة الأمريكان للمملكة العربية السعودية وكيف يصفونها بأنها بقرة حلوب دعنا نستمع إليه ثم نعود يفنى الجميع ويبقى الآثار فهمت بالطبع أن الهدف الأساسي هنا السعودية ليس كالمعتاد أن نثقل كاهل هذا البلد بالديون التي لن يستطيع سدادها بل الأحرى إيجاد طرق تضمن إعادة أكبر نسبة من الدولارات المدفوعة في البترول مرة أخرى للولايات المتحدة علينا في هذه العملية أن نجر المملكة العربية السعودية إلى هذا الطريق وأن نجعل اقتصادها يزداد تشابكا وخضوعا لمصالحنا وباستغلالنا لاقتصادها سيزداد تقليدها للأسلوب الغربي وبناء عليه يزداد ميلها وتبعيتها لنظامنا كان نواب الرؤساء وممثل وزارة الخزانة بشكل خاص متأثرين بأفكار الخاصة بالاتفاقيات طويلة الأجل بشأن الخدمات والإدارة مما حفز واحدا من نواب الرؤساء أن يبتكر جملة جديدة طالما استخدمناها فيما بعد مشيرا إلى المملكة بأنها البقرة التي يمكن أن نحلبها حتى بلوغنا سن التقاعد بالنسبة لي كانت تلك الجملة تستحضر في ذهني صور الأغنام وليس الأبقار كلام شديد قاسي كيف تعلق على هذا؟ هو هنا يتكلم عن حالة السعودية باعتبارها حالة جديدة خلينا نقول أنه يقسم الدول إلى قسمين في قسم عملية الديون بشكل طبيعي ستكبله يعني لن يستطيع سداد الديون وتظل الديون تتضاعف حتى تضطر الدولة إلى أن تبيع مواقفها السياسية مثلا في مجلس الأمن أو أن تبيع مواردها غاباتها حقول البترول حقول الغاز أو حتى أن تبيع شعوبها يعني أحيانا بعض الدول الإفريقية كانت تدفن النفايات النووية للدول الغنية في أراضيها تؤجر أراضيها لدفن النفايات النووية فالواقع أنه في النظام الاقتصادي الحالي الشعوب الشعوب الدول العالم الثالث والشعوب النامية تدفع ثمن رفاهية الشعوب الغربية طيب في دول لا تنطبق عليها هذه الفكرة هذه الدول هي دول غنية مثل السعودية تعوم على بحر من النفط يعني السعودية في آخر إحصائية قرأتها تنتج 9 مليون برميل يوميا أنت متصور في اليوم الواحد 9 مليون برميل يعني أنا أتصور آخر حاجة كنت قارتها سعر برميل النفط كان حوالي 60 دولار فشوف الدخل اليومي من حاجة هيلة فبقولت الدولة زي دي مهما يعني مهما اقترضت فهي عندها القدرة على السادات وبالتالي فمش ده السكة اللي احنا ندخل بها إليها السكة بقى أن احنا ننزل إلى السعودية وننشئ المدن وننشئ المصانع وننشئ الشركات نربط كل حركة في السعودية بشركاتنا فبالتالي السعوديون حتى لو قرر الأموال التي دفعناها ثمن للبترول ترجع تعود إلينا في الولايات المتحدة نعم بس الأهم من ذلك هو أن يستمر هذا الارتباط بحيث أن السعوديين لو أرادوا التحرر لا يعرفون كيف يديرون شوارعهم ولا كيف يديرون مصانعهم ولا كيف يديرون شركاتهم لأن كل ده مربوط بعقود إعمار وبناء وإدارة وصيانة تقوم بها الشركات الأمريكية فهو هذا الربط المتراكم المتراكب القوي هو الذي استهدف في حالة الدول الغنية فبالتالي كانت العقود التي وقعتنا على السعودية كما يقول يعني هي خلاص دي العقود اللي احنا نفضل عايشين على أموالها إلى أن نبلغ حتى بعد سن المعاش ولو نفتكر ترامب لما كان بيتكلم عن ملكة السعودية وبإزلال علني بيقول يعني ما يقدرش يحمي نفسه أسبوعين ولولا وجودنا لكات إيران ويجب أن يدفع لأن ثمن هذه الحماية فهذا دليل على فكرة الاحتلال بالوكالة بالفعل هو أسوأ للشعوب وأفضل للمحتلين يعني أن يوجد نتائجه ومآلاته نعم أن يوجد محتلون من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا طيب هو ذكر عبارة هنا لفتت انتباهي عندما يقول سيزداد تقليدها للأسلوب الغربي وبناء عليه سيزداد ميلها وتبعيتها لنظامنا يعني هو حريص حتى أن يكون الأسلوب الثقافي والمعيشي هو أسلوب غربي ما غرضهم يعني في ذلك؟ ما هو هذا الارتباط الروحي دلوقتي حين تكون أشكال الإدارة وأساليب التفكير وأنماط التصرف والسلوك حين يكون كل هذا غربي فأنت كيف يمكن لك أن تفكر في نمط آخر يعني حتى لو أردت كيف يمكن لك أن تفكر في نمط آخر الآن صارت كل يعني كيف نصنع هذا بهذه الطريقة فصار هذا موجودا في كل شيء فيحدث الارتباط الثقافي كثرت الخبرة مع التعامل مع الأمريكان الخبراء نمط حياتهم حتى في شروب الخمور حتى في التعامل مثلا مع النساء حتى في الحالة الأسرية كثرت المبتعثين من السعودية إلى البلاد الغربية لكن ارتباط هذه الثقافة يعني اكتساب ثقافة الغرب والتعود على أسلوبهم مرتبط بالتبعية والخضوع لهم بالنتيجة طيب فيما تبقى لدي من دقائق قليلة نريد أن نذهب نعرج على الاقتباس الأخير له أهمية أيضا يتحدث عن عقيدة وقناعة الساسة الغرب دعنا نستمع إليه بدأت أفهم أن معظم هؤلاء الرجال قادة العالم وصانع السياسة يعتقدون أنهم يفعلون الصواب كانوا مقتنعين مثل تشارلي أن الشيوعية والإرهاب قوى شريرة أكثر من اقتناعهم بردود الأفعال المتوقعة إزاء القرارات التي اتخذوها هم وأسلافهم وأن عليهم واجبا نحو بلادهم ونحو أولادهم ونحو الله حتى يهدي العالم للاقتناع بمذهب الرأسمالية وهم كذلك متشبثون بمبدأ البقاء للأصلح وبدلا من الشعور بالامتنان والاستمتاع بالثروات الطائلة والتحول إلى طبقة متميزة وعدم المعاناة من النشأة في أكواخ من الكرتون يعملون على ضمان توريث هذه الثروات لذريتهم باختصار وسريعا ما هو المقصود بهذه الفقرة قيمة هذه الفقرة في أنها تدلنا على أن العقائد والأفكار هي حجر الرحى وهي صلب كل شيء يعني حتى المصالح حتى الموضوع الذي يبدأ بشكل مصلحي ينتهي إلى عقيدة يعني هؤلاء بدأوا حياتهم ويبحثون عن المال ولكن لكي تزيد الأموال في أيديهم ولكي يضمنوا بقاءهم كما هم عليه طوروا أفكارا وعقيدة تجعل المذهب الرأسمالي هو المذهب الصحيح تجعل كل من يعاد الرأسمالية هو إنسان شرير يجب أن نتخلص منه وتتحول هذه الفكرة إلى عقيدة يحاربون في سبيلها فبالتالي تنتهي كل المواقف وكل المصالح جدلية البراغماتية أو الأيديولوجيا والبراغماتية هذه جدلية نعم فكرة الفكرة ولا المصلحة نعم يجب أن نفهم في النهاية إلى أن الفكرة هي الأصل حتى المصالح تنتهي إلى الفكرة وتعتنق فكرة لا يمكن الفصل ما بينهم لا يمكن الفصل بين الأفكار والمصالح ولا يمكن أن تكون المواجهة على قاعدة المصالح فقط لأن المصالح أنتجت أفكارا بطبيعة الحال نعم أشكرك جزيلا شكر أستاذ محمد إلهامي على ما تفضلت به وصلنا إلى ختام هذه الحلقة كما نشكركم مشاهدين الكرام على كرم متابعتكم إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر أدنتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ويبقى الآثام